في رشخاص سألون ليش ما طلعت ورديت على المقطع جواني او حتكلمت عليه او على مقطع امجد مجرد بس نشرت المقطع صراحة لان ما كان في شي اتكلم عليه يعني واحد جالس يطلع عشان يشوه سمعة الثاني صراحة فعلا حسيت الموضوع قلب مسخرة يعني يعني امجد طلع مجرد تشويه سمعة لجواني مجرد يرمي كلام بدون لا ادلة وهدفه بس انه يكره الناس بجواني وجواني كمان لسه اسوأ يعني جواني طلع وصار يقول انه ام بيسان امنت له بيوم من الايام وتكلمت له عن المواضيع عشان يطلع ويفضحها انه هي كانت مامنت له ركزولي على هذي النقطة وين راح الخفز والملح يعني صراحة شي اخويرين على فكرة اخوصة ما انتهت لهون جواني كمان ورجع ونزل بالانستابل ستوري انه حيرجع وينزل الجزء ثاني ساعة بالستة مساء هذي اليوم لحينزل المقطع وكمان راح يتكلم عن الموضوع وكمان راح يطلع فضايح صراحة الموضوع فعلا قلب مسخرة لحطوكم حاليا الستوري حق جواني حبايب القلب يسعد لي مساكن يا رب وشكرا لكل الناس اللي علاقت اخر فيديو الله يسعدكم يا رب في كتير شغلات للسماحة كيتا ومشان موضوع الماني وهي الاصص هاي انا ما حبت لكون الفيديو طويل ان شاء الله بكرا ان شاء الله في فيديو تاني اه الحفوظة طبعا بالنسبة لي انا ما عاد صراحة كتير راح تدخل بالموضوع لان فعليا خلاص يعني خلاص كل واحد خلي يحر بحاله وجواني بتمنى بهذا المقطع ما ينزل فضايح مجرد يرد على الاتهامات عنا مدبيسا ما ترجع تطلع وتكبر القصة اكثر واكثر ونرجع بنفس الدوامة وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وفعليا احنا نريد محتوى يعني ما نريد مشاكل كل واحد يحتفظ بجمهوره ما في داعي يشبه سمعة الثاني عشان يكره واحد الثاني يعني فعليا في الحالة احنا نكرخهم احنا كلهم طبعا قلت ما راح نزل مقاطع بس الا اذا نزلوا شي بالانستغرام بعرف ان في متابعين معتهم من انستغرام فممكن بهذه الحالة ان نزلكم ايش قالوا من هالك طبعا المقطع خلاص لهم بس حابة تكلم على موضوعه اللي هو في يوتيوبر مزعج عشان فيه تقريمه 40% من المتابعين ومش مشتركين فايش ردكم انه انا 96% من المتابعيني مش مشتركين في القناة يعني هي ضغطة زر مش حتكهرب طبعا عندها مزح شباب شكرا لكم عن الدعم الرهيب باخر فترة بس اتمنى شوي تشتركونا اكثر يعني تركزولي على هذه النقطة وبس شباب بصل لنهاية المقطع تشتركوا بالقناة ولايك مع السلامة اشتركوا في القناة